الحمد لله الذي جعل الذكر عبادة وقربة وأمر عباده المؤمنين بالتوحيد إليه لينالوا عنده منزلة رفعة وزلفة وأسلي وأسلم على نبيه الرحمة ومسباه الهدى محمد سلاة دائمة تليق بمنزلته وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوة الإيمان اعلموا أنه لا يؤمن أحد منا حتى يؤمن بالقدر خيره وشره والإيمان بالقضاء خيره وشره هو التصديق والجزم بأن الله تعالى قدر مقادير الخلائق وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا اعلموا إخوة الإيمان أن للقدر مراتب وهذه المراتب هي أربع الأولاء العلم فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم علم ما كان وما يكون وكيف يكون بعلمه الأزليل أبدي فلا يتجدد له علم بعد جهل ولا يلحقه نسيان بعد علم الثانية الكتابة فنؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوه المحفوظ ما هو كائن إلى قيام الساعة قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وقال تعالى فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يذل ربي ولا ينساه وقال تعالى وكل شيء أحسيناه في إمام مبين يدخل في ذلك التقدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض قال تعالى قل لن يسيبنا إلا ما كتب الله لنا وكتابه الميساق يوم ألست بربكم يوم ألست بربكم قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى والتقدير العمري إن تخليك نطفت في الرحم فيرسل الملك فينفخ في المضغة الروحا ويؤمر بأربع كلمات تكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد والتقدير الحولي في ليلة القدر قال تعالى فيها يفرأ كل أمر حكيم قال ابن عباس رضي الله عنه يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان والتقدير اليوم قال تعالى كل يوم هو في شعن فالتقدير اليوم إخوة الإيمان تفصيل من التقدير الحولي والحولي تفصيل من التقدير العمري إن تخليك نطفت في الرحم والعمري تفصيل من التقدير العمري الأول يوم المساق وهو تفصيل من التقدير العزلي الذي خطه القلم في الإمام المبين والإمام المبين هو من علم الله تعالى وكذلك منتحى المقادير في آخريتها إلى علم الله تعالى فانتحت الأوائل إلى أوليته تعالى وانتحت الأواخر إلى آخريته تعالى وأن إلى ربك المنتهى الثالثة إخوة الإيمان المشيئة فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات والأرض لا يكون شيء إلا بمشيئته تعالى ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وقال تعالى ولو شاء الله مقتتلوا وقال تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى وقال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن أقل قول مني وقال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض الرابعة إخوة الإيمان مرتبة الخل هو تعالى خالئ كل عامل وعمله وكل متعرك وعركته وكل ساكن وسكونه قال تعالى والله خلأكم وما تعملون وقال تعالى الله خالئ كل شيء وهو على كل شيء وكيل فنؤمن مع ذلك أن للعباد قدرة ألا أعمالهم فنؤمن إخوة الإيمان مع ذلك أن للعباد قدرة ألا أعمالهم ولهم مشيئة وإرادة والله تعالى هو خالقهم وخالق مشيئتهم وقدرتهم وأقوالهم وأعمالهم والأقوال والأفعال الصادرة منهم تضاف إليهم حقيقة وعليها يسابون أو يعاقبون وهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله تعالى علي ولا يشاءون إلا أن يشاء الله قال تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيمة وقال تعالى إنه إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيب وما تشاءون إلا أن يشاء الله فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين برحمته وكرمه ومنه أن يجعلنا من عباده الصالحين إنه ستبتغ الله سبحانه وتعالى من يجعلنا من عباده الصالحين ومن 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 يجعلنا من عباده الصالحين مغالي چكوان عبدك الدرع واتوكوان عبدك غني ينا تبياني بسا قدرر الله دكا ننخلطة دكا ننباي ميتاء ميسابان الله دكا ننوان أبو دكا ننخلطة الدنيا ينا فارواني بسا قارن الله دمباي و الله كارفا كارفا دولني كي إيماني دوان أما وننبا ساتفكت نيزاء باكا نسابان الله با الله يقدر كومي أما الله بايا زالنشي ياسن كياسن ياسن زوچي يكا ياسن زوچي ياتا دنكا الله يكا معاملن يكا معاملن شبائين يغرغدن نيو ينسو دامن الله ياسن ان يحالي چك انكزوزا كبوت تتاوى الله الله ياسر را يوكا فاركودة كرشي دك الله ياسن كوا شيسا الله بايا قدر وباوا يهي مسا كرپا كرپا دولة سي ياسا با مسا سبودة الله يابا قداما يابا كمشي انكا قداما كبا الله انكا قداما كسابا و الله ونن إرادة كني مشي كني اما سيدي بابو ونن إبادة دزاكي بابو ونن بييي دزاكي و الله پا تتاوى الله ترجمة نانسية 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 ترجمة نانسية